محل العامة كل المحلات لازم تبقى واخدى ترخيص كل المحلات لازم تبقى ملتزمة بشروط البنى ها فيها سئلة كتيرة متعلقة بالموضوع ده وتهم الناس كلها اعتقد خلونا الناج ده ونحاول نجاوب على كل اسئلتكم مع ضيوفنا النائب دكتور محمد عطية الفيومي المتحدث الرسم اللجنة العليا للإصدارة ترخيص يا دكتور اهلا بك اهلا وسهلا والدكتور حسين حسين حساني خابير التطول الحضاري والتلمان المستدعمة يا دكتور حسين اهلا بك اهلا بحضرتك يا سيادة النائب احنا ما كانش عندنا قانون كانت المحلات بتشتغل ازاي لا عندنا قانون من سنة اربع وخمسين ومن سنة ستة وخمسين كانت تلات قوانين بينظموا مسألة ترخيص المحلات كم محل عندنا لا الرقم ملايين ملايين نتكلم في فوق الخمسة مليون حبتة من خمسة مليون محل ايه اهم مواد القانون الجديد بقى او الفرق بينه وبين اللي كان موجود بص حضرتك القانون القديم كان معمول في توقيت من سبعين سنة مصر كانت مختلفة تماما من سبعين سنة عند الوقت وكانت الاشتراطات بتاعة القانون ده ما كانش موجودة في القانون كانت مطروكة للقرارات الوزارية تمام فكل الوزارات لها شروط البيئة لها شروط الزراعة لها شروط الريل هو شروط الاسكان هو شروط التنمية المحلية شروط الدفاع المدني هو شروط الأمن الصناعي هو شروط الأمن العامل هو شروط يعني عايزة اقول لك والمحافظين كانوا بيحطوا اشتراطات دلوقتي فكانت غابة شديدة شديدة التعقيد لان احنا حاولنا نحصر هذه القرارات تجاوزت ال 15 16 17 ألف قرار من سنة بالعدد كده 17 ألف القرار بينظاموا العملية بينظاموا العملية دي حاجة كده طب الناس كده مشتغل ازاي ما انا هقول لحضراتك فده ترتب عليه ايه ترتب عليه بقاش حد عارف حاجة لا محافظين عارفين ولا رؤساء أحياء عارفين الوحيد اللي يعرف موظف الرخص وموظف الرخص اذا اراد انه يتربح عنده اللي يمشي وعنده اللي يوقع ساعتك يعني دفعت يمشي ثانيا بقى كان مترتب على هذا ايه ان بعض الترخيص كان بتقعد سنين عدم ما تصدر طبعا احنا في دولة عايزة تعمل تنمية ودولة لازم يبقى الاقتصاد بتاعها اقتصاد سريع النمو فما ينفعش يبقى جخصة اللي بيتشغل المؤسسات الاقتصادية بتطلعش في زمن قليل ترجمة نانسي قنقر ph